مشاهدين ونحن نتحدث عن المساعدات التي تقدم إلى أوكرانيا وبهذه المساعدات الأمنية والمالية والعسكرية التي وصفت بأنها الأكبر في تاريخها بعد أن تجاوزت 70 مليار دولار تفوقت الولايات المتحدة على غيرها في مستوى الدعم العسكري غير المسبوق لأوكرانيا ليأتي إعلان وزير الخارجية على ماركي أنطوني بلينكين عن تقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة 325 مليون دولار من الأسلحة والمعدات الأمريكية وفقا لتقرير صادر عن معهد كيل للاقتصاد العالمي فإن المساعدات الأمريكية لأوكرانيا لم تكتصر فقط على المعدات العسكرية وحسب بل شملت أيضا الدعم الإنساني والاقتصادي ودعم البنية التحتية التي تضررت بشدة جراء استهداف القصف الروسي لها عدا عن مساعدات للاجئين الأوكرانيين والمنابر الإعلامية المستقلة التابعة لأوكرانيا لتفصيل أكثر مشاهدين بالأرقام حيث التي وردت في هذا التقرير فإن قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية بلغت نحو 47 مليار دولار شملت مستلزمات عسكرية للجنود معدات دفاعية مثل عربات مدرعة وشاحنات وذخائر ومركبات مضادة للألغام وأنظمة إطلاق صواريخ موجهة وكذلك صواريخ أرض جو وألغام أرضية مضادة للمدرعة بالإضافة لدبابات أمريكية متطورة أما المخصصات المالية للمساعدات الأمنية مثل التدريب العسكري للجنود الأوكرانيين الدعم اللوجستي وغيرها فقد بلغت وفقا لأحدث الأرقام المعلن عنها 18 مليار و 800 مليون دولار ما يمثل 24% من إجمالي قيمة المساعدات لو انتقلنا الآن إلى المخصصات المالية للأسلحة والمعدات العسكرية والتي تم تقديمها من مخزون وزارة الدفاع الأمريكية نجد أنها بلغت 23 مليار و 500 مليون دولار أي ما يعادل 31% من قيمة كل المساعدات الولايات المتحدة قدمت كذلك 4 مليارات و 700 مليون دولار تحت بند المنح والقروض المقدمة من خلال برنامج التمويل العسكري الأجنبي أي ما قيمته 6% من إجمالي قيمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا ولو تحدثنا عن المساعدات الإنسانية فإنها وفقا لهذا التقرير تقدر بنحو 3 مليارات و 900 مليون دولار بمعدل 5% تم تخصيصها للمساعدات الغذائية الطارئة والرعاية الصحية ودعم اللاجئين والمساعدات الإنسانية الأخرى أخيرا في إطار هذه المساعدات وفيما يتعلق بدعم الميزانية الأوكرانية وغيرها من أشكال الدعم فقد بلغت المساعدات المالية والاقتصادية الأمريكية نحو 26 مليار و 400 مليون دولار أي بنحو 34% من مجمل المساعدات التي تقدمها واشنطن اشتركوا في القناة